عشت ايام جميلة في هذه البطولة وقللت في الاخر بالميدالية الزهبية واللقب البطولة بس اكيد كفيها ايام ومبارات صعبة جدا وما كانتش العملية سهلة يعني عشان بس برد الناس بتفكرش انه البطولة سهلة واحنا اخدناها بسهولة اللي ما تبعش يعني لكن الموضوع كان صعب احكينا على البطولة اول حاجة حبيب اشكر حضراك على الاسلافة الجميلة شرف لينا يا فرد شرف تبين لينا ربنا يا كريمك شرف لي انا كمان البطولة فعلا كانت صعبة جدا واللي ما شفش يقدر يشوف ويتابع اليوتيوب ويشوف المشاكة صعبة ازاي وكانتشد عصاب واخنا كنا طالعين تاني مجموعة وربنا كرمنا من تاني مجموعة نبقى ابطال عالم واللي كانت طالع اول مجموعة معنا البرتغال تحولت الى سابع عالم صحيح الصعب في الموضوع ان انا لعب بسكت اصلا انا ازاي اتحول من لعب بسكت الهند ده بصراحة كان مجهود كبير على الجهاز الفني وحبي بشكرهم وزي ما كابتن محمد قال كان بعد كل تمرينة بننزل على الارض وننام على ظهرنا ونغمض ونحلم بالبطولة وكل واحد يحلم هيعمل ايه بعد ما يمسك الكاس وكل واحد طبعا بيطلع بري اكشن معين لا لا احكيه ماشا تاني عشان اتخيلت وصرحت فيه معلش ابي جد والله يعني تدريب اقلي يعني اه هاي كنتوا متخلصوا بعد كل تمرينة وبعد ما بنعمل اطالات بنفك الحزمة وننزل على الارض من على الكراسي وننام على ظهرنا ونزبر لمدة دي ايه نغمض عينينا كل واحد يحلم وهو مسك الكاس بعد ما يتم تدوجنا الكاس كل واحد هيبقى ايه رأكشن كان كل واحد بيطلع بري اكشن معين بعد بعد الديئة دي الله 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 ايه المباراة اللي عدت عليكو صعبة في المباراة اصعب مباراة اصعب مباراة اه اليابان اليابان كان ماتش صعب جدا جدا والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعدي منه يعني كان هو ماتش حياء او موت يعني احنا دايما كنا بنقول وانا دايما كنت بقوله زمالي يقاتل يقاتل مفيش يقاتل يقاتل لا يقاتل يقاتل ان شاء الله طبعا وربنا كرمنا وقدرنا نوصل ابطال عالم وطبعا انا بقى اهدي الفوز ده لسيد رئيس الجمهورية وبقى اهدي الفوز لأهلي والأولادي والأهل كريتي المحترمين طبعا اللي كانوا صابورت ليه وشجعوني وحابي بشكر اه اه اتحكرت اليد اه على توفيره جهاز فني محترم جهاز فني متكامل اه وطبعا مجمع صلاة دكتور حسن مصطفى اه اه موجود فيها كل حاجة يعني اه من صلاة لجيم لفندق لكل حاجة متواجدة فيها انا مبسوط انك مبسوط ربنا يا كريم انك بسطنا والله يا كريمك وانا حابب يعني مبروك لمصر ربنا يا كريم الحمد لله شرفتونا فندم عايز سألك هل في المستقبل القريب هيبقى فيه مسابقات محلية لكرة يدو كلاسي المتحركة هل دي في خطاتكم ان شاء الله الله يا كابتن كريم السؤال ده ملح وتسألنا بيه اكتر من مرة وفي اكتر من مكان في المقابلات طبعا ده مش هيبقى اه اتحديات دي بس الواحد وانما هنشرك ان شاء الله معنا اللجنة البرلمبية وهي على استعداد بكده حتى هي فيه بروتوكول تم مع الاتحاد المصري لان طبعا العجل غالي جدا وانا كاتحاد العجل النهاردة تتعدى تمانها المية وخمسين الف جنيه اللي حالتك شفتها دي وبالتالي لازم يكون فيه مشاركة ما بين الاتنين ان شاء الله هنبدأها مع بالتوازي مع البسكت يعني الاندية اللي فيها بسكت تعمل لنا هندبول بحس ان يبقى عندنا دولي ويبقى موجود مش عايز يسأل احمد السؤال ده عايز يسألو لك انت المكافآت حلوة للمكافآت احنا ان شاء الله ان شاء الله طبعا اتفايا مانا مع احمد بعدما الخبص لا 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 ما انا عايز انا حابب احابب يعني طبعا هو الجهاز استهل قصد كل خير يعني هو احمد نوه بس ان الجهاز جهاز هو بالفعل الاتحاد وفر جهاز محترم جدا جدا كابتن وقل طبعا غني على التعريف العالمي غني وشغله مميز اللاجنة البرلمبية جابتنا محمد فرج من لاعب وكان بالفعل كان على مستوى وقدر المسئولية اللي تحملها ما نساش معايا اتنين علاج طبيعي غير عاديين الدكتور احمد والدكتورة منا بدوي بصراحة الدكتور رحمة اكرم والدكتورة منا بدوي الاتنين انا عايز اقول لك بازل ومجهود لان احنا كنا بنتمرن يا كابتن كريم صبح جيم وتمريم مسائي واحيانا عندنا جلسات فيديو انا عايز اقول لك خمسة واربعين يوم كانوا بالفعل بالفعل احنا كنا سحبين موبايلات منهم كمان اه والله هم اصلا ابطال جدا احنا استخدمنا كل اسريب العلمية حتى الميليت حاجة اسمها الميليتال ترينج اللي هو اللاعب ينام ويفكر ويعزن نفسه ويبدأ يفكر استخدمناها مفيش حاجة بتيجي من فراغ صح والحمد لله ربنا كان لنجحنا يا فندم شرفت ونورت وبشكركم والله العظيم رفعت راسنا وشكرا ان انتم جيتوا النهاردة انا مبارح بقول زمالي لازم نحتفل بكم وفوق الراس والله العظيم اشتركوا في القناة